اشتركوا في القناة هذه البطولة الحقيقة ان احنا بدأنا بث هذه المباريات لحضراتكم طبعا على شاش قناة النادي الاهلي حصريا وعلى الهواء مباشرة سواء المباراة الاولى الرسمية ما بين منتخبية مصر ورومانيا واللي انتهت بنتيجة 31 29 لصالح منتخبنا الوطني طبعا ومباراة الامس اللي اقيمت فيه تمام الساعة الثامنة مساء طبعا الانتهت بفوز منتخب رومانيا على منتخب الماجر نتيجة 33 31 والنهاردة ان شاء الله يكون الحظ والفوز هو حليف منتخب مصر للناشئين تحت 20 عام ويفوز بالنسخة الاولى من هذه البطولة اللي بتدعم الحقيقة لعبة كرة اليد يمكن زي ما احنا اتكلمنا عن شركة استادات للاستثمار الرياضي وقد ايه هي بتدعم الحقيقة مختلف اللعبات ولكن الحقيقة يعني بطولة هي الاولى من نوعها فأكيد كان مهم جدا ان احنا كفريق عمل شاش قناة النادي الاهلي ننقل لحضراتكم كل ما يخص هذه البطولة منذ بدقها وحتى نهايتها ان شاء الله النهاردة في اليوم التالت على التوالي خلينا نتكلم شوي طبعا النهاردة هيكون معانا استوديو تحليلي مفصل لحضراتكم عن كل ما يخص الاجهزة الفنية سواء لمنتخب مصر او منتخب المجر الحقيقة منتخب مصر كان واجه منتخب المجر في مباراة ودية كانت قبل انطلاق هذه البطولة رسميا كانت قبل يعني يوم الحقيقة من انطلاق هذه البطولة رسميا كانت مباراة ودية ما بين الفريقين شوفنا الحقيقة يعني سواء منتخب مصر او منتخب المجر كانت مستوياتهم حية متقربة بشكل كبير ويمكن كمان كان منتخب مصر ومنتخب رومانيا كانت مستوياتهم متقربة اه يعني الحقيقة زي ما احنا نقشنا مع حضراتكم كان فيه عدد من الاخطاء على مستوى فريق رومانيا وايضا فريق مصر ولكن الحقيقة منتخب مصر ولكن الحقيقة كل هذه الأخطاء يعني يمكن تكلمنا فيها هنا في الستوديو التحليلي أكيد منتخب مصر قعد بشكل قوي جدا لمباراة اليوم اللي هتنطلق فيه تمام الساعة السادسة مساء إن شاء الله وكمان هيكون معنا أكيد بس مباشر على الفيسبوك بيج كمان لشاشقنات النادي الأهلي أي حد من جماهير النادي الأهلي وأي جمهور بقى بيتابع لعبة كرة اليد يقدر أنه هو يتابعها معنا سواء على شاشقنات النادي الأهلي أو من خلال البث الرسمي على الصفحة الرسمية لقناة الأهلي زي ما أنا بقول يمكن إحنا كان عندنا راحة مبارح منتخبنا الوطني طبعا للشباب أو للناشئين تحت 20 سنة كان قدر أنه هو يعني يحصل على راحة مبارح ويمكن ده عدد من العوامل بتؤهله أنه هو يكون صاحب اليد العليا في مباراة اليوم الحقيقة أن مبارح منتخب المجر مقدرش أنه هو يعني يحسم المباراة لصالحه يمكن داخل المباراة النهاردة بمعنويات مش مرتفعة على قد منتخب مصر طبعا وأكيد الخسارة الخاصة بمباراة الأمس أكيد مأثار عليه بشكل كبير جدا أيضا يمكن مش بس المعنويات ولكن المجهود البدني كمان اللي كان موجود مبارح يمكن هما محصلوش على راحة يمكن كانت مباراة الأمس وعلى طول مباشرة هيكون عندهم مباراة اليوم دي كلها يمكن عوامل لازم كابتن طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر أكيد وضعها في عين الأعتبار وأكيد اشتغل عليها مبارح الحقيقة الجهاز الفني لمنتخب مصر كان حاضر مباراة رومانيا والمجر منذ البداية وحتى النهاية طبعا كانوا يمكن بياخدوا بوينس وبياخدوا هايلايتس عن أبرز الثغرات الممكن يستغلوها في صفوف منتخب المجر ده كله أكيد هننقشوا النهاردة في الستوديو التحليلي الخاص بنا اتكلمنا عن فكرة دعم شركة استادات للإستثمار الرياضي لهذه اللعبة شايفين أن هي بتقام قبل أيام قليلة جدا من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد واللي هتقام إن شاء الله أيضا على صلاة استاد القاهرة زي ما هذه البطولة كانت بتنطلق على صالة اتنين باستاد القاهرة الحقيقة أن ده كان خير بروفا أو خير إعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية اللي هتنطلق إن شاء الله يوم 17 من شهر يناير الجاري وهتستمر حتى يوم 27 من يناير أيضا الجاري الحقيقة أن منتخبنا الأول طبعا منتخب كرة اليد هو منتخب قوي جدا من أبرز وأقوى المنتخبات الحقيقة في لعبة كرة اليد أكيد هنشوف بطولة قوية جدا زي ما احنا شفنا أيضا بطولة الحقيقة على مستوى على الرغم من هي بطولة ودية طبعا بطولة كأس استادات الدولية لكرة اليد على رغم من هي بطولة ودية ولكن الحقيقة كانت تنظيم على أعلى مستوى الاستضافة كانت على أعلى جودة والذي اللي تكلم فيه كل طبعا الأجهزة الفنية سواء لمنتخب المجر أو منتخب رومانيا الحقيقة شايفين على وجههم كل الرضا والحقيقة كانت روح رياضية كبيرة جدا بتجبع ما بين كل المنتخبات هنطلع فاصل دلوقتي ونرجع طبعا نستقبل ديوفنا في الستوديو التحليلي علشان نكمل معاهم كل الأمور والمستجدات وكل ما يخص طبعا الأعداد الفني لمباراة اليوم المباراة الختمية في بطولة كأس استادات الدولية لكرة اليد ما بين منتخبي مصر ومنتخب المجر رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ودلوقتي طبعا بيساعدنا ينضملنا في الستوديو التحليلي دكتور فوزي فضالي نجم نجوم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق لكرة اليد نهارنا مشرفنا في استوديو الأبطال أهلا بيكي وأشكرك الإصدافة التانية وساعدت بيها وإن شاء الله تكون فتحة خير تبقى الشناح حلوة النهاردة زي اليوم الأول بإذن الله طبعا كابتن محمد عبدالله نجم نجوم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق لكرة اليد من نوارنا مشرفنا في استوديو الأبطال بيكي أمريم وإن شاء الله من نوارين في القناة بإذن الله وتبقى فتحة إن شاء الله المباراة النهاردة زي المطش اللي فات إن شاء الله يا كابتن عبدالله دكتور فوزي خليني أبدأ مع حضرتك النهاردة مباراة همة هي المباراة الختمية يمكن شفنا سيناريو المباراة الخاصة بمنتخب رومانيا ومنتخب مصر يمكن تعادم برح برضو يا كابتن فوزي كان آخر خمس دقائق هي الفاصلة في عمر المباراة قدر منتخب رومانيا أنه هو يحسم المباراة لصالحه منتخب الماجر النهاردة داخل عنده أكتر من نقطة يمكن تأثر على أداءه النهاردة أمام منتخبنا الوطني سواء المعنويات بسبب خسارة الأمس سواء كمان المجهود البدني لأنه يمكن ملحقش أنه يحصل على راحة أكتر من نقطة أكيد عوامل هيقدر الجهاز الفني النهاردة لمنتخب مصري يستغلها لصالحه بسم الله الرحمن الرحيم أنا طبعا أتفق معاك أنه هم الأدفانتش لفرقتنا أكتر لكن لازم نحط في الحسبان أنه لما كابتن طاري تكلم قال أن الفترة اللي فاتت كان فيها ضغط مباراة كتير على فرقتنا فده برضو فيه لوت تاني على فرقتنا أتفق معاك تماما أن فرقة المجر هي لسه لها أمل لأن النهاردة فرقة رومانيا خسرانة ماتش فرقة المجر خسرانة ماتش فرقة مصر لعبت ماتش واحد وده الماتش التاني فإذن لسه لها أمل ويطلع بقى السكور أفريج أو حاجة وفي نفس الوقت كمان هو عايز يرجع بعد الاحتكاك ده المفترض أنه يبقى عامل ستيب على فكرة فرقة المجر فرقة كويسة جدا أنا تفرقت مبارح لو ماتش رومانيا وماتش المجر الحقيقة تيم خططي جيد جدا لكن بعض الأخطاء الفنية اللي بتحدث بتربكه شوي يمكن حارس المرمة الخاص برومانيا كان سبب كبير جدا كان في خسارة المنتخبين طبعا تفوقه اللي كان غير طبيعي الحقيقة في الماتش دوت النسبة الصد بتاعته كانت عالية أعتقد من التعدد الاربعين في المية قدت الادفانتج لفرقة رومانيا أنها تكسب الماتش بالرغم من أن الماتش في بدايته ما تقدريش تقولي مين فيهم حقيقة يكسب مظبوط كان متقربين لحد آخر وقت يعني مش محطوطة أن فيه تيم راكب الجيم من أوله زي ما احنا بنقول لا بالعكس ده الماتش عمال يروح ويجي ويروح ويجي وده يطلع أب جون وده يرجع يجيبه ويرجع يطلع تاني فما كانش واضح لكن النقطة الفصلة زي ما احنا قلنا حراسة المرمع لو عندك حراسة المرمع كويسة بتأهلك انك انت تقدري تفوزي باللقاء اللي انت بتلعبه طيب كابتن عبدالله يمكن برضو لو هنتكلم مبارح عن منتخب الماجر يمكن زي ما دكتور فوزي ذكر هو منتخب عنده عناصر الحقيقة قوية جدا في صفوفه ولكن اكيد كان عنده ثغارات حضرتك طبيعتها مبارح ممكن يعتمد عليها الجهاز الفني النهاردة في بداية المباراة يمكن بداية مباراة مصر ورومانيا كنا اتكلمنا ان كان فيه سربعة في بداية الماتش مش عايزين اكيد ده يقرر النهاردة ممكن منتخبنا يبدأ الماتش ازاي انا اعتقد ان طبعا نورة احنا هنكمل اجابة حضرتك ولكن هنخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل اجابة فاصل سريع ونرجع لحضركم مرة تانية ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل لسا مكملين كلامنا طبعا فيه للسوديو التحليلي عن مباراة اليوم والمباراة الختمية في بطولة كأس استادات الدولية لكرة اليد ما بين منتخبي مصر ومنتخب المجر ارجع لحضر تانية كابتن عبدالله يمكن كنا بنتكلم عن فكرة الصربعة اللي حصلت في الماتش الاول ما بين مصر ورومانيا يمكن عايزين نتجنب ده النهاردة في الشوت الاول خاصة ان منتخب المجر منتخب قوي وعنده عناصر قوية جدا هو يمكن الفرق بين المباراة الاولى بتاعت منتخب رومانيا ومنتخب المجر النهاردة ان احنا كنا بنلعب المباراة اللي فاتت واحنا مش عارفين العناصر بتاعت رومانيا فيمكن كان البداية مش موفقة على اساس ان على بالما الولاد شافوا العناصر اللي قدامهم قدروا ان هم يرجعوا للعب بتاعهم العادي الفرق بين المباراة الاولى والمباراة بتاعت النهاردة ان مصر لابت مع المجر مباراة دية فالمفروض انت بتنزل تلعب قدام كتاب مفتوح فانت عارف العناصر الموجودة وبتلعب قدامها وبالتالي طبعا المباراة بتاعت المباراة بيينت اكتر الاداء الاساسي بتاع منتخب المجر قدام منتخب رومانيا وكان بصراحة انا لفت نظري بعض اللاعبين كويسين في مركزهم كان عندهم رونالد الرايت وينج كان اداءه عالي جدا ويمكن جاب اجلبية الاهداف بتاعت منتخب المجر وكان الليفت باك بيتر جازو بارح كلمنا عن رقم 90 برضو كان عنصر طوي جدا دانيل بارنا برضو كان المفروض العقل المفكر بتاع فرقة المجر فاكيد كابتن طارق شايف ان اداءه كون ان هو يبقى العقل المفكر للفرقة بتاع المجر فاكيد هيبقى فيه يعني زي اداة يعني ان هو يقدر يوقف بها اللاعب دوت لان طبعا اداءه كان قوي ولفت نظر الناس كلها للمباراة مباراة طيب دكتور فوزي هل من الممكن ان السيناريو المباراة الاولى في البطولة والمباراة التانية يتكرر النهاردة ولكن اكيد يمكن هيكون عندهم حسابات اخرى خاصة ان هي مباراة ختمية بيسعوا فيها للفوز شايف ان ممكن السيناريو ده يتكرر ان نمشي خطوة بخطوة مع بعض يبقى المستوى متقارب لحد ما يجي في اخر ست دقايق او خمس دقايق ومنتخب يتفوق على المنتخب الاخر هو عاما في لعبة كرة اليد ده امر وارد جدا ان السيناريو ده يحدث احنا لا نتمنى طبعا نتمنى ان تكون الامور محسومة من البداية ده لسبب بسيط قوي احنا عايزين لعبتنا تبقى واخدى الثقة ان هي في المرحلة دي قدرت تحقق نتيجة انما وارد جدا ان الماتش ما يحسنش الا في النهاية في اخر خمس ثواني اخر مصد دقيقة اخر دقيقتين ثلاثة ده امر وارد هيتوقف على ايه على ان كابتن طارق يبدأ يحط مدافعين تقفل مفاتيح لعب فرقة المجر زي ما قال كابتن عبدالله انا بتتفق معاه في اربع خمس لعبين كويسين في فرقة المجر او هم المميزين اللي احنا شفناهم من بارح حراسة المرمى يعني اللي انا شفته مبارح لا متوسطة الى جيدة يعني مش متقدر يش تقولي اللي هي ممكن تقلي بالجيم قد يكون هو مش موفق ماتش مبارح وده مش الوضع الطبيعي بتاعه ده يعني لعيب ممكن النهاردة يكون موفق ممكن ما يكونش موفق فلسه لو انما لو هو ده الستاندرد الاساسي بتاعهم لا يبقى هم متوسطين الى جيدين حراسة المرمى وده فرصة كويسة بالنسبة لنا حياة فرقة المجر عندها نيزة بتتميز بالارسال السريع بالخططي يعني بيعملوا فيه تاكتك عشان يقدروا يوصلوا للجون لكن عبهم كان الاخطاء الفنية التمريرة مش مظبوطة تحرك لعيب مش مظبوطة من الكرة دي منهم دخول خاطئ فيتقوم تضيع منهم العمل الخططي بتاعهم عامة بصفة عامة في مستوى جيد يعني له جيد جدا وله ممتاز يعني اوما بيعملوا العمل الخطي الرتم بتاعهم كويس قوي بس بدرجة جيد وليست امتياز يعني احنا عندنا العمل الخططي افضل مكرنة تنبينا افضل انا بتكلم ده في الهجوم المنظم زي ما قلنا ان حرصت المرمى متوسطة الى جيدة الحقيقة بيتميزوا ودي ميزة يعني عالية اوية اطوال اللاعبين عندهم واكسامهم لا انا شايف انها جيدة جدا الاولاد احنا بتتكلم في سن 19 سنة او 20 سنة لا اطوال بتاعيتهم كويس قوي ينقصها التناغم ما بين اللاعبين وبعض يعني مثلا امبارح شفت في مركزين تلاتة كان فيه مشاكل كتيرة جدا 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 فالدفاع في النص استغلته كتير رومانيا امبارح لعبت عليه كتير قوي عندهم مشكلة في تلاتين فدي مشكلة خطيرة جدا حتى هو لجأ في وقت من الوقت انه لعب خمسة واحد وبعين في وقت قليلة لعب ستة ستة يمكن فرقة رومانيا الاستبعاد لمدة ديقتين كتير قوي عندهم يعني هم اجريسي في ديفنس شوية عن المجر المجر لا ما عندهاش الحتة ديقت فدي ميزة اكتر للاعبتنا لان لعبتنا بتعرف تجيد التكملة بعد الكرة اتمنى ان كابتن طاري يكون ارى واكيد طبعا هو ارى الكلام دوت كويس قوي واكيد هو مجهز فرقته وخاصة ان ده المتشي التاني مع المجر بيقول لا احنا لا احنا الرجبين على فرقة المجر او لا ده لسه فيه كلام اخر طيب كابتن عبدالله يمكن الفوز النهاردة هيدلنا الحقيقة دوافع كتير جدا خاصة ان احنا دخلين على مراحل مهمة خاصة منتخب الشباب والناشئين بطولة افريقيا في شهر اربعة دخلين على بطولة عالم زي ما اسمعنا كابتن طاري كان بيتكلم فيه عشرين خمسة وعشرين الفوز النهاردة اكيد هيبقى ليه مميزات كتير جدا ويمكن هيبقى زي بروفا للبطولات اللي جاية او المرحلة اللي جاية لهذا المنتخب وفي الشك طبعا ان بطولة زي دي ان ان انت تلعب منتخبين اقوياء زي رومانيا والمجر لازم هيدوا دافع للمنتخب بتاعنا ان هم يبقوا وقفين على خطة ثابتة يعني ان الفترة اللي جاية يقدروا يطوروا الاداء بتاعهم للاقوى كابتن طاري المفروض او الجهاز الفني بيقيس مقاومات اللاعبين على موراة زي دي يقدر يطلع منها بالاخطاء اللي الممكن تتدرك الفترة اللي جاية طبعا احنا كنا يصنع الاحتكاك زمان ان احنا نلعب مع فرق زي دي وان احنا نلعب عدد ممبرات بصراحة يعني الاتحاد مشكور ان هو يوفر بطولة زي دي جوة مصر كمان ان هو يجيب منتخبين يستضيفهم ويتحمل نفقاتهم ويبقى فيه سبونسر زي شركة استادات ان هي تقوم بتنظيم بطولة زي دي ده اداء رائع بصراحة ان احنا يعني الفترة اللي جاية يبقى المفروض الاداء يبقى احسن من كده او ان احنا نطور من اداءنا في الفترة اللي جاية ان شاء الله ان شاء الله طيب دكتور فوزي خلينا نستعرض مع حضرتك الجهاز الفني والعبي منتخب مصر طبعا الجهاز الفني بيقود الفريق طبعا الكابتن طارق محروس وده كابتن طارق محروس الحقيقة يعني من الاسماء اللامعة في مجال كرة اليد مع طبعا بيساعده طبعا قبل ما اقول الكابتن طارق محروس فيه المشرف على المنتخبات الكابتن محمد الالفي بنتكلم عن اتنين تاريخهم قوي جدا وعالي جدا عندنا مهند سحيلي المدرب العام محمد عبد منع مدير الإداري فيه محمد سليمان المحل الفني روماني نبي الأخصاء عليك طبيعي محمد عبد المنعم مدرب حراس المرمى التشكيل لسه فيه اعتقد انه ممكن يبقى فيه واحد او اتنين حي يضغي ياروه اكيد هنجيب القائمة النهائية من ارض الملع انما المتوقع احمد حسن ومحمد عماد وزياد حشاد ومحمد مؤمن صفا يوسف وليد عمر يوسف بلال ابراهيم معاذ عزب محمد واقل عبداللطيف امير حسين عمر عدلان ياسين محمد عبد المنعم علي ماجد واعتقد ان احمد عبدالرحيم الحارس التاني هيخش النهاردة مكان يوسف ناجي زائد اللعب طبعا احمد طغيان ومحمد عدلان اعتقد انهما برضو هيخشه المرة دي في المباراة نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في المباراة ونتمنى انهم يعملوا اداء جيد اهم من المكسب والخسارة ان احنا نقدر نقف عندها القوة بتاعتنا فين ونزدها واذا كان عندنا بعض القصور في بعض الاشياء لازم نقلل هذا القصور لان احنا داخلين على معطرق قوي جدا اللي هي بطولة الالعاب الافريقية ودي الفرق اللي بتشارك فيها الفريق الاول فانت لما بتخشي بالبي يعني 2004 نهاردة منتخب 2004 هو يعتبر البي تيم بتاع مصر فلما تخشي تشاركي به ده انا فاكرا المرة اللي فاتت انقلت ده حاجة كويسة جدا ودي كانت نهجة بينهج زمان قبل كده من سنوات طويلة ولما بيعيدوا تاني الحقيقة ده امر كويس جدا وحيطور كتير وحيكسب اللعبين دي خبرات عشان الهدف الرئيسي بتاعنا هو كاس العالم القادم فهنا بنشتغل عشان سنة ونص قدام دي خطوة يعني بطولة النهاردة خطوة بطولة الالعاب الافريقية دي خطوة تانية ولسه طبعا اكيد في محطات انا الحقيقة ما عنديش البلان بتاعهم كامل لكن اعتقد انه هيكون في محطتين او تلاتة كمان هيشتغلوا غير بطولة افريقية اللي هتتلعب للشباب ان شاء الله طيب كابتن عبدالله خلينا نستعرض مع حضرتك اللاعبي او قائمة اللاعبي منتخب المجر النهاردة منتخب المجر المفروض وفاستك حارس مرمى المفروض رقم واحد سونجور بوتسكاي رقم خمسة روناردو تيريجيك المفروض رقم سبعة هوبا زابولة رقم عشرة وبيتر جازو رقم حداشر ده اللي احنا كنا بنوهنا عنه وقتيلها ده رادنفسكي رقم ستاشر ساندرو كاسي رقم عشرين وجيلت في كيتي رقم اربعة وعشرين وادم ناجي رقم ستة وعشرين وادم يوهاز رقم اربعة وثلاثين دانييل بالوف رقم ستة واربعين زابولكس فيسكي رقم واحد وسبعين وزي ست بي رقم اتنين وسبعين وكوفاكس رقم ستة سبعة وسبعين وليفانتي توث برضو اللي احنا نوهنا عنه ده العقل المفكر بتاع فريت المجر بلي ميكر ده رقم تسعين ودانييل بارما ده من افضل لعيب الخط الخلف عندهم رقم تمانية وتسعين طيب خلينا برضو نستعرض يعني يمكن ترتيبات المنتخبات او ترتيب المنتخبات يمكن طبعا منتخب مصر في الترتيب الاول عدد المباريات الرسمية طبعا يمكن خاد مباراة وحدة فقط والنهاردة المباراة التانية فاز فيها اكيد يمكن احرز 31 هدف وكان عليه 29 هدف فارق الاهداف هدفين ورومانيا في الترتيب التاني او يعني يمكن في المركز التاني خاد مباراتين فاز في واحدة وايضا كان الاهداف 62 وعليه 62 المجر في المركز التالت عدد المباريات مباراة وحدة فقط والنهاردة المباراة التانية اللي هتجمعه بمنتخب مصر يمكن كان له هزيمة وحدة طبعا ويعني هو لم يفز غير يعني مفزش في اي مباراة وخسر في المباراة الوحيدة اللي خضها عدد الاهداف لي 31 وعليه 33 يمكن كمان هنستعرض محضراتكم الهدفين في هذه البطولة منذ بدء المباريات الرسمية رقم سبعة طبعا في منتخب رومانيا عدد الاهداف 12 هدف رقم 71 منتخب مصر عدد الاهداف 11 رقم 90 لعب رقم 90 في منتخب المجر عدد الاهداف سبعة اهداف بيأتي في المركز التالت في المركز الرابع رقم 15 من منتخب رومانيا ايضا سبعة اهداف كمان في المركز الخامس رقم 10 من منتخب رومانيا سبعة اهداف ايضا وبسبعة اهداف برضو رقم 44 لعب رقم 44 من منتخب رومانيا ولاعب رقم 44 من منتخب مصر يمكن بيأتي في المركز السابع بستة اهداف مركز الثامن رقم 20 من منتخب مصر بعدد الاهداف ست اهداف وفي المركز التاسع رقم سبعة من منتخب المجر بعدد الاهداف خمس اهداف ويأتي في المركز العاشر والاخير رقم لعب رقم 24 من منتخب المجر بعدد الاهداف خمس اهداف زي ما احنا طبعا متابعين مع حضراتكم على شاشة قناة النادي الاهلي بدأ احماء المنتخبين قبل المباراة اللي من المفترض ان هي تنطلق يعني فيه اقل من نصف ساعة خلاص فيه تمام الساعة السادسة مساء هتنطلق هذه المباراة نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني ان هو يفوز باول نسخة من بطولة كأس طبعا بطولة كأس السادات الدولية لكرة اليد ارجح لتك طبعا تاني دكتور فوزي يمكن النهاردة عندنا ثقة كبيرة في منتخبنا ولكن دايما احنا بنخاف او بنحضر من الثقة الزايدة يمكن مبارح الجهاز الفني بالنسباله وخسارة المجر كان مكسب كويس بالنسباله ولكن الحقيقة دايما احنا بنقلق ان منتخبنا يدخل بثقة زايدة في هذه المباراة وده اللي يمكن يقلب المطش رأسا على عقب يعني هو بصي في الرياضة عمتا لازم يبقى فيه نسبة خوف او قلق من المنافس بتاعي ده وضع طبيعي ده الفكرة ده وضع جيد جدا وصحي كمان انما مش هتوصل الى درجة الخوف لسبب لا ان احنا هما لعبوا معهم قبل كده يمكن كانت رومانيا فجئتنا فعلا انا شخصيا فجئت بان رومانيا في الستاندرد دوت انما فريط المجر انت لعبتي معها فانت عندك خلفية عن مستوى اداءهم انا مش عايز ان نركز قوي على المكسب بطولة او الخسارة لان المكسب الحقيقي موجود في حجم الفايدة التي تعود على الفريق الفريق محتاج ان هو يحصل له حالة من الانسجام ودي ما بتتعملش ما بين يوم وليلة ده الناس بتقعد تشتغل اشهر وسنوات عشان تقدر توصل للانسجام ده الانسجام ده عشان لما نوصل لمحاك تقيل او قوي يبقى الفرقم مش بتطيع كتير يعني اول ملاحظات لاحظناها في الماتش الاولاني كانت ايه كسرة الاخطاء حتى لما جينا كسرة الاخطاء تكلمنا لعنا كسرة الاخطاء من الفريقين فريق رومانيا وفريق مصر امبارح في ماتش المجر مع رومانيا في حجم اخطاء برضو كتير جدا خدي بالك ان الحجم ده دلوقتي طبيعي جدا لان لسه الانسجام مش موجود بالدرجة الكافية مع كسرة الاحتكاك المباريات تعدد المباريات اختلاف مستوى المباريات بتبدأ تزداد النسبة دي بالتالي مش هنلاقي حجم الاخطاء ما لقيش مباراة ابدا فيها سبع ثمان اخطاء لفرقة واحدة ممكن يخلص جون او اتنين يعني خطأ ممكن لو انا شدت الكرة عجون وجبتها ايه ممكن اكون كسبت الجيم وبالتالي ده وضع طبيعي جدا مش عايز لحد يبقى الآن قوي لان زي ما قلت ان المكسب في الاحتكاك نفسه هو ده المكسب الحقيقي وكل ما بتحتكي مع مستويات اعلى كل ما بتبقى المكتسبات اكتر كانوا اللعيبة بيتكلموا عن النقطة دي تحددها دكتور فوزي فكرة يعني الاختلاف البدني والقوة البدنية اللي بيتمتع بيها سواء منتخب الموجر او رومانيا ده بالنسبة لهم اكيد مكسب ان هما يحتاجوا بهذه المستويات ولسه في فرق تانية اقوى يعني في حتى اسبانيا فرق تقيلة جدا حتى المانيا فرق تقيلة اجسام اقوى من كده لكن طب ما انت عندك منتخب مصر الاول بيلعب مع اجسام الحقيقة لو شفتيها لازم تسخضي طبعا لازم يجي لنا هرطة اتاك على طول الاكسام ضخمة جدا لكن مع ذلك قادر يقف معاهم ويصد معاهم كل حاجة وليها شغل معين بيتعمل مش هنقول الاكسام والاكسام 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 احنا عندنا برضو قمات جثمانية الحقيقة اطولها كويسة جدا والقوة البدنية بتاعتهم مقبولة جدا في الفترة الحالية لكن لازم تزيد في الفترة القادمة عشان تقدر يتواجهي ده انما مش معنى ان انا بلعب اكسام قوية معنى ان انا حخسر الكلام ده مش مزبوط لان اكيد في حاجات كتيرة جدا تقدر تخليكي تلعب الاكسام القوية دي بشكل افضل طيب كابتن عبدالله يمكن مباراود دية جامعة مصر والمجر قبل انطلاق هذه البطولة بشكل رسمي الاختلافات اللي لازم تكون موجودة ما بين المباراة والدية اللي جامعة المنتخبين ومباراة اليوم اكيد لازم يبقى فيه عدد من النقاط او الهايلايتس اللي هيشتغل عليها الجهاز الفني النهاردة لان اكيد مباراة والدية بتبقى مختلفة تماما عن مباراة اليوم خاصة ان هي المباراة الختمية واكيد كل منتخب بيسعى ان هو يفوز بالنسخة الاولى من هذه البطولة طبعا مباراة دية دي يعتبر مباراة تدريبية قبل كانت قبل البطولة دية اكيد كل مدير فني بيحجم اوراقه عن المدير الفني الاخر بيحاول ان هو ما يبينش الاوراق بتاعته كاملة في شغل تاكتكس المفروض اصلا بيبقى موجود عند المدير الفني بيتدرب عليه وبس ما بيبقاش بالاداء اللي هو يقدر يطلعه في الاداء الصحيح يعني فكون ان هو مباراة قبل دية ممكن بيبقى وجهة نظر المدير بان هو يعود اللعيبة بتاعته على الوجوه اللي بتلعب قدامه سواء انماط جثمانية او شغل تاكتكس جيري المفروض بيتمرن عليه طبعا دي حاجة كويسة ان اللعيب ما يبقاش عنده رهبة في مباراة زي البطولة اللي احنا فيها دلوقتي فكون ان هو يلعب مباراة مع المجر قبل البطولة دي يقدر يتعود على الاجسام اللي بتلعب قدامه يقدر بقى يعمل الشغل الاساسي في مباراة دولية زي البطولة اللي احنا فيها يبدأ يقف على نقاط قوة قدامنا كابتن حسن مصطفى اكيد حاضر المباراة الختمية واكيد موجود كابتن محمد الالفي ايضا المشرف على منتخبات الشباب والناشئين وخلاص يعني يمكن دقائق قليلة بتفصلنا عن بدء هذه المباراة وشايفين الحقيقة اهتمام من جميع المستويات ومن جميع القائمين على مختلف المؤسسات الخاصة بلعبة كرة اليد المصري ان شاء الله تبقى مباراة على قدر المستوى ونشوف الحقيقة يعني مباراة متقربة ومتكافة ما بين المنتخبين فيقدر مديني الفني يقف على العناصر بتاعته يقدر لو فيه قصور عنده في عناصر معينة يقدر يقف عليها نقص الخبرات يقدر يطور فيه يقدر الاخطاء الفنية تدركها في الفترة القادمة طبعا احنا شفنا فيه اخطاء فنية كتير بحكم السن ده ده يزم وارد جدا ان يظهر لك اخطاء انت ازاي بقى تتمرني على عدد تتلاشي الاخطاء ده في الفترة القادمة ده بيجي بكتر الاحتكاك والتعود بتاع العيب ان هو يلعب قدام العناصر ده ان شاء الله يا كابتن عبدالله طيب دلوقتي نروح لصالة 2 باستاد القاهرة وهتنضم لنا زملتنا سالة حامد للاطلاع على كل ما يخص مباراة اليوم ما بين منتخباي مصر والمجر في المباراة الختمية من بطولة كأس استادات الدولية لكرة الياد فضل يا سالة سمعينك شكرا جدا طبعا زملتي ماريم برحب بيكي وبتأكيد برحب بديوفك الكرام وطبعا كبتنا الكبار في الستوديو الكابتن فوزي فضالي والكابتن محمد عبدالله وبكل مشاهي متابعي شاشة القناة الندي الأهلي في كل مكان وزي ما انت قلت طبعا زملتي ماريم حاليا متواجدة داخل صالة 2 طبعا استاد القاهرة الدولي عشان لحضراتكم الأجواء هنا واستعدادات الفرقتين سواء طبعا منتخبنا الوطني للشباب ومنتخب المجر للشباب في البطولة زي ما انت قلت بطولة استادات الدولية والودية لكرة الياد في نسختها الأولى وطبعا المقام على صالة 2 في استاد القاهرة الدولي يمكن طبعا خليني انقلك الأجواء هنا زملتي ماريم ويمكن زي ما انت شايفة ورايا يعني الفريتين بدأوا عمليات الإحماء على أرضية الملعب ملعب صالة 2 قبل بدء المباراة واللي تبتدي النهاردة ان شاء الله في تمام الساعة السادسة مساء بالتأكيد كمان خليني اقولك انه منتخبنا الوطني مبرح كان عنده يعني تمرين على نفس الصالة وكان بيستعد للمباراة بشكل طبيعي كمان منتخب المجر تحت قائد مستر لاسلو الشوطوني طبعا المدير الفني او الهيد كوتش لمنتخب المجر للشباب ممكن استعدهم برضو من بارح او يعني كان بارح عندهم مباراة بتأكيد مع منتخب رومانيا والانتهت بخسارة منتخب المجر واستعدادهم طبعا كانت بشكل طبيعي ممكن بعد المباراة رياحوا عادي في فندق الاقامة ويعني طبعا جم الصالة قبل بدء المباراة بساعة ونصف طبعا شيكونوا متواجدين ويقوموا بعمليات الإحماء كذلك منتخبنا الوطني طبعا تحت قائد الكابتن طارق محروس كمان خليني اقولك طبعا الأجواء هنا زملتي يا مريم يمكن المباراة النهاردة يعني بحضور العديد من الأهالي طبعا أهالي الشباب او أهالي اللاعبين المتواجدين طبعا في منتخب مصر او المتخبنا الوطني لكرة الياد متواجد العديد من الأهالي وكمان متواجد يعني العديد من اللاعبة المتواجدين في أكاديميات كرة اليد في مجموعة نادي سيتي كلاب موجود برضو العديدة من اللاعبين وأيضا متواجد فيه مأسورة الانصالة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وكمان الكابتن أو الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وكابتن ياسر الراملي عدو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد الكل هنا متواجد والكل يعني متواجد طبعاً لشاهد تفرج على مباراة اليوم ثاني مباراة طبعاً بالنسبة لمنتخبنا الوطني في بطولة استادات الدولية والودية لكرة اليد في نسختها الأولى كمان خليني أقولك طبعاً زميلتي مريم وأفكر السادة المشاهدين إن منتخبنا الوطني يمكن بعد فوزه على منتخب رومانيا يمكن طبعاً حصل على النقطتين طبعاً الفوز يعني يساوي النقطتين والخسارة طبعاً عدم الحصول على أي نقاط وفي حالة التعادل طبعاً يمكن الفرقتين بيروحوا لخمس رميات ترجيح طبعاً لتحديد من هو الفائز فيه إلا مباراة يمكن في البطولة دي مفيش طبعاً تعادل سواء لمنتخبنا الوطني أو لمنتخب المجر للشباب فيعني النهاردة إن شاء الله في حالة فوز منتخبنا الوطني هيفوز بيق البطولة في نسختها الأولى وكمان خليني أقولك يمكن الحكام اللي بيديروا مباراة اليوم الكابتن عمر عبد الجواد والكابتن محمد أنور وحكام الطاولة يمكن طبعاً التايم كيبر ميرنا شام وهيدي إشيمي سكور كيبر طبعاً المسؤولة عن السكور وكابتن ميرنا شام المسؤولة عن التايم أو الوقت الخاص بالمباراة كمان خليني أقولك النهاردة بما إن النهاردة الختام البطولة النهاردة يعني قبل بدء المباراة إن شاء الله يا مريم يعني بحوالي مثلاً خمس دقايق هيكون فيه تكريم لكابتن عفة رشاد طبعاً رحمة الله عليه هيكون فيه تكريم ليه وهيسلمه يعني زي درع تكريم ليه طبعاً على يعني اللي حققه فيه عالم كرة اليد طبعاً كان ليه بصمة كبيرة جداً واحد من أساطير كرة اليد في مصر طبعاً يعني هيكرموه قبل بدء المباراة النهاردة وهيسلمه درع كالتكريم طبعاً لابنه هيستلمه قبل بدء المباراة وكمان هيكون في أدية أحداد على روح طبعا كابتن عفة رشاد رحمة الله عليه وبعد كده إن شاء الله بعد المباراة النهاردة وبالتأكيد بالتوفيق لمنتخبنا الوطني وإن شاء الله يحصلوا على البطولة كمان بعد التتويج إن شاء الله يعني هيكون برضو في جائزة لأحسن لعب في المباراة وأحسن لعب في البطولة وأحسن حارس مرمى في البطولة وكمان يعني هدف البطولة كل هذه هي تكون تكريمات أيضا بعد يعني مراسم التتويج فإن شاء الله النهاردة طبعا يا مريم يعني بنطمح والوثقين في المتخبنا الوطني إن هو إن شاء الله النهاردة يفوز ببطولة استدادة الدولية والودية لكرة اليد في نسختها الأولى يمكن دي كانت يعني طبعا سريعا كل الأجواء هنا واستعدادات المنتخبين سواء منتخبنا الوطني أو منتخب المجر للشباب طبعا أنا معاك يا مريم لو في أي سؤال والآن أعود أمروخ للستوديو طبعا الكلمة ليكي زميلتي مريم تفضل بشكرك جدا زملتنا سالة حامد من صالة 2 من استاد القاهرة الدولي الحقيقة تغطية شاملة لكل التفاصيل اللي بتصبق مباراة اليوم ما بين منتخبي مصر والمجر في المباراة الختمية في هذه البطولة عايزة يجي لحياتك تانية دكتور فوزي يمكن لو هنتكلم بقى عن تقييمك للبطولة كاملة من بدقها وحتى يعني منذ بدء المباراة الودية ما بين منتخب مصر ومنتخب المجر وحتى نهايتها النهاردة شايفين الحقيقة سواء على المستوى التنظيمي مستوى الاحتكاك ما بين المنتخبات استضافة منتخب رومانيا والمجر وأيضا تكريم عدد من رموز كرة اليد سواء في بداية البطولة رسميا ونهايتها النهاردة طيب هو الحقيقة طبعا التقييم بداية نحن كمصر متميزين في مثل هذه البطولات يعني احنا دي مش تجربة جديدة بالنسبة لنا إنما قد تكون تجربة جديدة بالنسبة لشركة سيتي لكن الحقيقة أنا شايفهم الحقيقة مهتمين بأدقة تفاصيل شركة استداد طبعا نسبة ماريودي شركة استداد يعني أنا شايف أن هم مهتمين بأدقة تفاصيل وكانت الحقيقة من الحاجات الجيدة جدا اللي أنا شرتها تكريم أسرتي كابتن عفة رحمة الله عليه وأستاذنا جميعا الدكتور طلعت شتا رحمة الله عليه لأن دول من الناس اللي كانت يعني لهم أثر كبير في تطور كرة الجد المصري تنظيم الفني الحقيقة أنا شايف حقيقة أمور مزبوطة بالثانية بالدقيقة زي ما بنطلع بالزبط في أي كسات عالم المباراة تبدأ ساعة 6 ستة بالثانية تبدأ ستة لخمسة ستة لعشرة الناس بتصطف في الملعب عشان سلام الجمهوري بيكون محسوب الزمن يعني الإسكادول بتاعهم الحقيقة ممتاز وده شيء محترم جدا 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 أما من ناحية الفنية بقى فطبعا المستفاد الأكبر هو منتخبنا لأنه احتك بفرقتين من أوروبا مهم جدا كان يعمل الكلام ده في الوقت ده قد لا تسمح له الفرصة مرة أخرى قبل انطلاق بطولة الألعاب الأفريقية أن يحتك فالحياة المكاسب كثيرة جدا 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 وزي ما قلت برضو أول مرة هعيد كلامي تاني أتمنى أن تكون هناك شركات كثيرة طرعا الألعاب الرياضية نحن في حاجة ماسة إلى رعاية الألعاب الرياضية بشكل أكبر لأن الإعداد المعترك العالمي أصبح محتاج بشغل كثير جدا وإنفاق كثير جدا لا الدولة الوحدة هتقدر عليه ولا الاتحاد الوحدة هتقدر عليه فلازم تتكاتف كل الجهود عشان نقدر ننهض بالرياضة وقصة أن أولادنا قادرين وهم قادرين فعلا ومش على فكرة أنا بيقولك كلام ده من فراغ منتقب سنة 93 كابتن جمال شمس رحمة الله عليه أخذنا كاس عالم في مصر كابتن واقل عبدالعاطي موليد 2000 أخذنا كاس عالم وما كمناش بدنا نعابه في مصر كابتن آسف مجدي أبو المجد سنة 2000 موليد 2000 هو اللي كاس عالم كابتن واقل عبدالعاطي مركز ثالث كاس عالم فإذا المعنى كده أنت قريبة جدا كابتن طارق محروس قبل كده في موليد 98 مركز ثالث كاس عالم يعني أنت مش بعيدة طب إيه اللي ينقصنا حاجات بسيطة روتوش بسيطة مصر ولا ده زي ما الناس بتقول عندنا فرق كرة يد عندنا قعدة كبيرة جدا من كرة اليد تحتاج إلى رعاية خاصة طيب كابتن عبدالله برضو تقييم حضرتك مهم جدا للنسخة الأولى من بطولة كاس استادات الدولية لكرة اليد أكيد مكاسب كتير زي ما كان دكتور فوزي بيتكلم والحقيقة يعني سواء شركة استادات للاستثمار الرياضي أو أيضا المنتخب المصري لكرة اليد أكيد يعني جميع الجهات استفادت بشكل كبير من المشاركة وتنظيم هذه البطولة طبعا نكون أن يحصل تنظيم لبطولة زي بطولة استادات دي طبعا هيبقى فيه توافق من جميع العناصر اللي موجودة في مجال اللعبة وتنصيق تام على الإقامات أو الموعيد أو التدريب طبعا يعني بنقول شابول لشركة استادات أن هي تنظم بطولة زي بطولة في مصر ورغم أن هي تبقى أول بطولة ونرجو أن هي تبقى فيه تعود على إقامة هذه البطولات بعد كده طبعا زي ما كابتن فاوز بيقول أن البطولات العالمية بيبقى معروف التوقتات بتاعت التسخين أو السلام الجمهوري أو بداعا فيه أدق تفاصيل في البطولة دي تهما وجدين بالهم منها نرجو بس الفترة اللي جاية أن احنا نقدر نحنا نفرج الجماهير بتاعتنا على مبارات الدوري وننشر اللعبة لأن هي فعلا اللعبة الشعبية التانية بعد كرة القدم دلوقتي مضبوط اللي المفروض الناس دلوقتي بقيت عرفة لعبية الهندبول زي لعبت الكرة صح فالأول ما كانش موجود الكلام دوت بس أرجو يبقى فيه نظرة لإذاعة مبارات الدوري والناس تبقى قريبة من الهندبول أكتر من كده لأن ما بتشوفش الهندبول الجير في البطوات العالمية فمهم جدا أن هي تزيق متشاط سواء في دور المرتبط أو دور الدرجة الأولى عشان نقرب الناس طبعا والهندبول كلها بقى ليها جماهير الحياة كبيرة جدا طبعا فيه شعبية جامدة الهندبول في مصر حاليا يعني فيريد نبص للكلام دوت أن الفترة اللي جاية نقدر نقرب الجماهير من هندبول أكتر من كده طيب كابتن فوزي خليني أرجع لك يمكن إحنا نشوفنا خلاص كل المستويات الخاصة بالثلاث منتخبات المشاركة في هذه البطولة لو هنرتب مستوى الفني للمنتخبات سواء مصر أو رومانيا أو المجر ممكن نرتبهم ازاي أو نتكلم ازاي عليهم على المستوى الفني من أقوى لأضعف المنتخبات يعني أقوى فرقها هي لغاية دلوقتي هي منتخب مصر يعني واضح أنه فيه فرق بس هو الفرق المش كبير قوي يعني يعني اللي يأتي بعدها فرقة رومانيا ثم فرقة المجر ده بالنسبة مدلول بالنسبة اللي شاهدناه لغاية دلوقتي لسه طبعا فيه مباراة نهاردة عشان يعني نحسن يبقى أدقة أكثر دقة على فكرة برضو أنا لا أعني الترتيب أنا أعني المستوى الفني التقييم الفني فيه بطولات كثيرة جدا ممكن الفرقة تبقى واخدى مركز تالت أو رابع فيها وبنحييهم كانوا مواخدين بطولة فعلا لأن هم عملوا أكثر من المتوقع فبالتالي أنا شايف أن حاليا فنيا أفضل فريق اللي فيه نظام وترتيب وسيستم أحسن هو منتخب مصر المراحد يأتي بعده منتخب رومانيا ثم منتخب المجر قد نشوف شيء جديد النهاردة من المجر ممكن نشوفه عايز أضيف حاجة برضو على كلام كابتن عبدالله إزاعة المباريات ده جزء مهم جدا من تطوير اللاعبين عندنا إحنا دلوقتي الاتحاد بيزيع مباريات دوري المحترفين وبيزيعها بشكل مستمر وكل المباريات تقريبا لكن كابتن عبدالله كلم دوري الممتاز اللي هو أقل من المحترفين ده مهم جدا وكمان دوري المرتبطات لأن دول بيؤثروا في نتائج دوري المحترفين لما دوري المرتبط طبعا لما يبقى عند النادي الأهلي مثلا كان نادي أهلي عنده 24 لعيب مسجلين في المرتبط اللي هو مواليد 2004 هل يعقل أن الـ 24 السنة اللي بعدين هيطلعوا كلهم درجة أولى؟ ده مستحيل لا طبعا ده طالع لاعب أو اثنين أو ثلاثة يعني حاجة ممتازة فليه ما يكونش ده اسلوب عرض لللاعبين عشان ينتقلوا إلى المستوى سواء في دوري المحترفين إلى فرق أخرى في مراحل التغيير أو إلى حتى الدوري الممتاز عشان يرتقوا كمان بالدوري الممتاز فدي طبعا فكرة أنا بقايد معك كابتان عبدالله الحقيقة في هذا فكرة جيدة جدا يجب أن الاتحاد يدرسها أنه يزيع دوري مرتبط مواليد 2004 و2006 عشان يديهم إتاحة فرصة أنهم يشوفوا نفسهم تاني يوموا يداروا يصلحوا أخطاءهم المدربين بتاعتهم تشوف صغرات اللي موجودة عندهم إيه ويعيدوا بناءها تاني وإصلاحها تتبعوا تطور اللعيب في نفس الوقت أنت بتعملي شغل اللاعب بتاعك اللي أنت بعد كده ممكن يكون عندك وممكن يروح نادي تاني فلما يروح نادي تاني يروح بشكل وخاصة اللي أبقى تحترفين أنا أريد أن أوضع حاجة بس كابتان فوزي بنتكلم على إزاعة المباريات التلفزيونية هي المباريات اللي بتنزع تلفزيونية المباريات المؤسرة سواء للأهلي أو الزمالك أو سبورتينج أو الفرق اللي هي بعد المقدمة بس أنا أتكلم عامة أني في كل أسبوع المفروض بيبقى فيه مباريات للدوري المحترفين أنا أختار المباريات اللي هي القوية وممكن أزعها لكن الاتحاد مشكور بيزيعلك المباريات ديت بس على النت ما يحدش فاضي أنه يبص على النت على السوشيال ميديا على السوشيال ميديا أو حاجة زيتها على الفيسبوك لكن لو ازعت عن قرب الجمهور يشوفها في التلفزيون دي هتبقى أفضل كتير يعني أنا هتفق معاك طب أنا أقول فكرة تانية طب ليه ما بنعملش قناة لكرة اليد وممكن نقدم قناة لكرة اليد ممكن نقدم برنامج أصبح الإعلام بقى مفتوح جدا والجو بقى موجود والمناخ بقى موجود طب ليه ما تكونش فيه قناة مخصصة لمباريات كرة اليد وفرق كرة اليد أخبار كرة اليد داخل مصر خلال أسبوع أعتقد أن كرة اليد تستحق هذا هو فعلا زي ما بيحصل لكرة القدم وبما أنها الحقيقة فعلا أصبحت اللعبة لشعبال تانية بعد كرة القدم بقى فيه تمام كبير جدا بنشوف الصلاة الحقيقة في البطولات الهمة وفي المباريات كمان الهمة بنشوف عدد كبير جدا من جماهير الأندية أو المنتخبات والحياة بيبقى فيه اهتمام خاصة يعني زي ما احنا عارفين أن كل لعابي المنتخب الأول طبعا لكرة اليد كان بيوناشد كمان الجماهير أن هي تحضر فيه كأس الموال الأفريقية كانوا كلهم بيناشدوا الجماهير أن هم يكونوا موجودين احنا دلوقتي شايفين معانا على الشاشة الحقيقة الكأس موجودة هو في أرض الملعب يمكن فيه استعراض للكأس قبل بدء المباراة بحوالي خمس دقائق أو أقل من خمس دقائق ده كأس الخاص بالنسخة الأولى من بطولة كأس استداد الدولية لكرة اليد الحقيقة شايفين تنظيم كبير جدا شايفين الحقيقة يعني كأس شكله أكيد قيم جدا وإن شاء الله نشوف مباراة متكافأة ما بين منتخبي مصر والمغر في المباراة الختمية من بطولة كأس استداد الدولية لكورتيلات دلوقتي هنتير لصلاة نين باستاد القاهرة الدولي ومعلقنا طبعا الكبير كابتن إيهاب رجب والشوت الأول من هذه المباراة فإلى هناك ترجمة نانسي قنقر